كب كيك الدخن أو الدخن هو نوع من أنواع الدقيق الخالي من القلوتين ورح أكتب لكم عن مواصفات وخصائص هذا الدقيق أسفل البوست لأنه هو مليء جداً بالعناصر الغذائية المفيدة طبعاً أنا هني سويته محشي بمعجون التمر وتقدرون أيضاً تسووا منه كيكة كبيرة نبدأ باسم الله هذا هو دقيق الدخن نوع من أنواع الحبوب مطحونة مبدئياً نحط السكر والزيت والماء ونخلطهم عدل نحاول ندوه بالسكر قدر الإمكان نخلط المواد الجافة طحين والدقيق والبيكن باودر والملح وهيل ودارسين ونخلط المواد الجافة نضيف نصف الكمية على الماء والسكر نخلطهم بس لا تبالغون بالخفق لما تحسون أنه متزج خلاص ننزل باج الماء وننزل باقي المواد الجافة ونخفق مرة ثانية ليه ما نوصل لقوام مثل اللي قاعدين نشوفه احنا بالفيديو بس خلاص توقفون الخفق نحط أنا استخدمت أنا ملعقة الآيس كريم ننزل تقريباً قفشة واحدة وهذا عندي معجون التمر رح يلصق طبعاً في إيدنا فلازم نستخدم الزيت ندهن إيدنا فيه ونكوره ونبططها ونحطها بالوسط بعد أن ننزل سكوب ثاني من العجين اللي عندي ونزين بالحبة البركة والسمسم وندخل الفرن بعد ما نطلع من الفرن نغطي بقطعة قماشة لا ينشف وهذا شكل النهائي وتبدرون الزينونة بعسل أو دبس ومكسرات وبالعافية عليكم